ايه زي ايوكم يا جماعة عاملين ايه النهاردة هنتكلم مع بعض عن غسالة بيكو وهنتكلم مع بعض عن المزايا والعيوب والاسعار بس في البداية ما تنسانيش باللايك وسبسكرايب لو استفدتوا ولا وبا معلومة صغيرة بصراحة انا هقول لكم على تجربتي انا الشخصية معاها وهقول لكم اول نقطة هي لنقطة المعيزات هي بتعقم الاطباق بشكل كويس جدا موفرة جدا في الكهرباء تقيمها ايه في استهلاك الكهرباء فيها خاصية نص الحمولة يعني لو حضرتك مش هتحط فيها حاجات كتير او هتستغل نصها فدي هتوفر لك في الوقت والاستهلاك طبعا بتاع المسحوق اللي انت بتحط يعني ممكن تحط لها مثلا نص قرص اللي ما يعرفش غسلت الاطباق بتحط لها قراص ممكن تحط لها نص قرص بدل قرص كامل لو انت هتشغلها نص حمول فانت بتوفر وقت وكهرباء ومسحوق مش محتاجة لوصلة مية سخنة زي بعض الغسلات للأسف ودي ميزة كويسة جدا انها فيها سخان داخلي بيسخن المية بتدخله بس المية البردة هو بتعامل مع موضوع المية السخنة الغسالة مضادة للجراسيم والبكتيريا خاماتها نظيفة جدا من جوه ومن بره والوانها كمان حلوة يعني هتلاقي منها الوان سلفر كده والوانها بتبقى شيك جدا الغسالة فيها غسلة سريعة سريعة شوية يعني ممكن يعني فيها برنامج كده يديك غسلة لمدة نص ساعة لو انت عندك الاطباق مش متوسخة قوي او عندك حاجات مش متوسخة جامد وعايز بس تشطفها مجرد شطف كده انت ممكن تدخل تعملها البرنامج اللي هو نص ساعة ده يعمل لك دورة غسيل كده سريعة فيه برنامج للكبيات والازاز وده بيشتغل على درجة حرارة هادية شوية عشان ما تكسر ودي ميزة كويسة جدا لانها ايه طبعا بتحمي الحاجات للازاز فيه موديلات منها فيها تايمر بس مش كلها للأسف فيه برضو موديلات فيها برنامج بيحدد قوة الاتساخ بتاع الاطباق ويزبط نفسه هو على البرنامج المناسب على الاطباق او الحاجة اللي محطوطة جوه الغسالة يعني تبقى غسالة سمارت جدا يعني بس دي مبتلاقاش برنامج يعني البرنامج ده مبتلاقوش غير في الغسالات اللي هي خمستاشر غير يعني الخمستاشر فرض هي ممكن تلاقي فيها الخصية دي لكن الغسالات الزغيرة للأسف مبقاش فيها البرنامج ده وهكلمكم عن التفاصيل برضو كمان شوية على البرامج وكل غسالة فيها عدد برامج قديني هنتكلم عن العيوب دلوقتي هي احجامها كبيرة ولازم تتأكد كويس انها قبل ما تشتريها ان الحجم ده مناسب لمطبخك مش طول في عرض وارتفاع بس لا كمان لازم تعمل حسابك على فتحة الباب بتاع الغسالة انه يفتح لحد الاخر عشان فيه ناس بتبقتيها عنها المعلومة دي فبعد ما تشتري الغسالة تكتشف انه هو الباب بتاعها ما بيفتحش لان المطبخ دايق فللأسف غسالة بيكو كلها بتحتاج موضوع ايه المساحة يعني يكون عندك مساحة مناسبة لها في المطبخ اسعارها مناسبة شوية لكن قطع غيرها عشان مستوردة هي توركي طبعا صناعة توركي فبتبع غالية شوية مدة الضمان في موديلات منها سنة وفي موديلات منها ثلاث سنين ودي فترة انا بعتبرها قليلة شوية برامج الغسيل هي للأسف بتطول شوية في برنامج الغسيل بتاعها يعني لدرجة ان انت عندك في برنامج اللي هو البرنامج الرئيسي بتاعها بياخد حوالي 180 دقيقة وده وقت كبير يعني لشان تشغلها الوقت ده كله لا كتير كتير جدا فيستحسن انت تشغلها قبل ما تنام وتسابها وتخش تنام بقى يعني انت بقى ايه تسحس الصبح تلاقي ايها مخلصة غسيل تروح تروح عفيلها وكده وخلاص والشكر على كده مش كل الاعراس بتجيب معها نتائج كويسة يعني انا الاعراس اللي هي بتاعت الاتباق جربت اعراس كتير ما كانتش بتديني نتائج كويسة معادة بصراحة اعراس فاري بس للاسف اعراس فاري بتبقى غالية شوية وليلة في السوق بدوق شوية عبالة ما بلاقيها بس اه هي دي الاعراس فعلا انا بتجيب معها نتائج كويسة فبجيب منها كميات كبيرة واخد بالك وبروح ايه حاطيتها عندي كده احتياطي اه في عندنا بعض الحلل والحاجات اللي هي بيبقى فيها دهون لزقة دي للاسف الغسالة ما بتنظفهاش بشكل كويس فانت بتحتاج ان انت تغسلها على ايدك اول مدام تغسلها على دي اه ميجي لنقطة الاسعار الاسعار بتاعتها العشرة فرد يعني الغسالة العشر افراد بتلات تلاف وتسعمائة جنيه ودي بيبقى فيها خمس برامج المقاس بتاعها خمسة وتمانين في تمانية واربعين في ستين الاربعتاشر فرد اه بخمس تلاف جنيه اه بيكون فيها ست برامج اه مقاس بتاعها خمسة وتمانين في ستين في ستين وبتبقى فيها اه اتنين رشاش باثنين رف يعني رشاش من تحت ورشاش من فوق وبتبقى عبارة عن اتنين رف اه الخمس تاشر فرد بسبعة تلاف ومتين جنيه ودي افضل واحدة فيهم مستحسن طبعا انت تجيبها لو انت عندك مكان اه وفيها تعمل برامج ودي ميزة كويسة جدا اه وفيها اه تلات رشاشات وطبعا تلات رشاشات يعني بتنظف بطريقة احسن اه كان نفسي اجربها الحقيقة انا اللي عندي التلاتاشر اه فانا كان نفسي بصراحة ان انا اجرب الخمس تاشر فرد اه هي معاسها الستين في ستين في خمسة وتمانين برضو معاسها مش وحش معاسها كويس اه بس كده دي كل حاجة عن غسلات اه بيكو غسلات اطباق بيكو اتمنى ان اكون في التقم ولو بمعلومة صغيرة ما تنسونيش باللايك وسبسكرايب باولوكم سليم